نتكلم في أي حاجة دايماً لما بيبقى فيه دخلة في المدرج تستفز لعب النادي الأهلي ما تخافوش سكوا في لعبتكم الدخلات اللي هي بيبقى فيها نوع من أنواع الإسقاط مش من حق إينا نتكلم اللي عايز يعمل حاجة يعملها لكن لعبتكم رجالة لو فيه ثلاث أهرامات في مصر فاللي بيلعب في الملعب لازم كل جماهير الوطن العربي وأفريقيا تبقى فاهمة لو فيه ثلاث أهرامات موجودين فالأهلي هرم رابع شامخ بانتصاراته بطولاته بجماهيره الوفية اللي في كل مكان كل الشكر والتحية والتقدير للمدير الفني المحترم حسام البدري كل الشكر والتقدير للمدير الفني المحترم حسام البدري المدير الفني الكبير اللي بيظهر في المناسبات الكبيرة بيتعال لا لعبت فلان مش عارف ليه ما لعبتش فلان مش عارف ايه التشكيل مين انت مقعد مش عارف ايه ومجرد ما جاء في النادي الاهلي السكاكين اشتغلت على كابتن حسام وعلى علي معلول وعلى شريفة أكرامي أنا متابع جيد لكل حاجة لكن هرجع أقول سماة الفرق الكبيرة والشخصية القوية والنادي العظيم اللي احنا بننتميله لما بيجي فيك هدف وتخرج في غرفة الملابس وترجع تجيب هدفين ده مش اي نادي بيعمل كده الاهلي وبس الاهلي وبس والجملة اللي انا حقولها وحكررها كتير جدا في حلقة النهاردة اللي يراهن على الاهلي يكسب واللي بيعمله النادي الاهلي ده ده طبيعي آه في حاجات فوق الخيال آه طبعا فوق الخيال اللي بيحصل ده مش منطقي في أمور كتير جدا لكن اللي بيعملوا الاهلي ده طبيعي لإسمه الكبير مع كل رموزه ومع كل النجوم ومن 1907 وبيعمل كده ده مش جديد ده مش غرور ولا تقبر لكن ما فيش غيرنا بيعمل كده جمهورك في كل مكان في مصر اللي مسك العالم وناس عندها يقيد راح تقعد في الكفاهات في المناطق الشعبية اللي احنا كلنا منها والكفاهات في مصر الجديدة وغيره 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 في كل مكان في مصر نازل من بيته عارض للأهلي هيكسب على عكس أندية تانية بيبقى مش عارف عمل مباراة قويسة مش على سطر ويسيب سطر ودي حقيقة شخصية البطل هي اللي موجودة يخسر مرة يخسر بطولة لكن بيرجع بمنتهى الكوة بيرجع بمنتهى الكوة هرجع لأرقام الكابتن حسام البادري تخيلوا مدير فني البعض بيهاجموا ومخسرش غير مباراة واحدة من الوداد المغربي لعب 51 مباراة في 4 بطولات لعب 35 في الدوري وهزيمة واحدة ولا هزيمة في الدوري وهزيمة واحدة في الطولة أفريقيا وبسم الله ما شاء الله كسم خمس مطشط في الكاس وأمور كتير جدا أرقام أكيد حضراتكو عارفين الكلام ده كله ولكن المدير الفني الكبير زي ما قلت من شوية بيظهر كبير في المباراة الكبيرة مش اللي أنا خاف مش اللي أنا أحطي تشكيل عجبني الاستراتيجية دخلت المباراة زي ما عملت سيناريوهات قبل كده وقلنا كده دغل ضاغط بأول ربع ساعة الأهلي مسيطر ضيعت هدف عن طريق مؤمن زكريا وعدت ضاغط ما فيش فرقة في العالم تقدر تضغط التسعين دي وكمان الحكم انظرين على طول كتفك عشور ومؤمن فبالتالي كابتن حسام رجع شوية عشان كده ظهر فرقة الترجل اللي هي ماس كاكور شوط تاني النادي الأهلي من بداية الشوط التاني بيسيطر علي معلول كان ممكن برضو نفسيا أو ضربة الجزاء اللي هتوقعه نفسيا لكن لعيب كبير لعيب عنده شخصية وأتوقع المباراة لو كانت خلصة واحد سفر كان فيه ناس كتير مننا هتهجمه وهتقطعه وهتموته لكن لازم تفهمه اللي الحياة بتستمر جوه النادي الأهلي خرجت من بطولة كسبت بطولة خسرت بطولة الحياة بتستمر حياة البطولات وحياة الإنجازات وحياة النجاحات وحياة العزيمة اللي الجماهير بتصدرها وجمهورك كان أول ناس هتقول على الحلوة والمرة معاك جمهورك الوافي اللي بيسافر وراك منك في كل مكان فده كان مهم جدا في البداية بس نوضح حاجات كتير لكن كابتن أحمد أيوب كل التحية ليك شرفتونا وفرحتو كل جماهير النادي الأهلي كابتن سيد معاود كابتن رئيس سليمان كابتن أبو العلا أنيس الشعلاني المحترم اللي ما بحسش للأهلي اللي يقتل بدنية بتقع في كل المباراة في مباراة نهائي الكاس ومباراة مباراة لازم الراجل ده ياخد حقه كمان مباراة رجولة وجدعانة مع الرجولة في حماس في مباراة مش مباراة فنيات زي ما الناس بتقول هي منهم مباراة 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 المدير الفني حط استراتيجية مع لعبته واللعيبة لو لا الروح والإخلاص عند اللعيبة ما كناش شفنا كلام ده أكيد كمان عايز أبارك لكابتن أبو العلا والكابتن طاري عبد العزيز كل الجهاز التببي بالكامل كل عمال النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة المحترم وكمان عايز أبارك لموظفين النادي الأهلي اللي كانوا حتى في التيتشن باراة قاعدين محدش مشي والكل كان بيتفرج الكل على قلب رجل واحد والكل كان بيقول أهلي كمان عايز أتكلم على اللاعبين النادي الأهلي بننتقدكم أحيانا لكن بنراهن عليكم في الأوقات الصعبة اللي انتوا قدها وقدود بحيي كل اللاعبين شريف إكرامي سعد سمير اللي ملعبش محمد نجيب الراجل اللي بيبقى الراجل مش موجود ويلعب ما نسمعش مشكلة راجل بمعنى الكلمة بييجي في الأوقات الصعبة يدخل مباراة صعبة ما تحسش به تحس اللي هو موجود روحوا مع الفرقة بيقاتل من أول دقيقة لآخر دقيقة بحيي رامي ربيعة الأداء الرجولي البارح أحمد فتحي قلب الأسد علي معلول الفراشة لعيب عنده ثقة لعيب بيقدر يرجع المباراة حسام عشور خبرات كبيرة راجل بمعنى الكلمة عمر السلية روح بتقابل فريق عنده وسط ملعب قوي جدا 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 عمر السلية رجولة أداء التزام روح بوسط الملعب هو وحسام عشور عايز أتكلم عن مؤمن بيلعب وياخد ويغير ويخرج بسرعة وينزل وليد سليمان مبارح الرجولة دي الجدعانة دي وليد سليمان رجولة جدعانة أداء عبدالله الصعيد أحيانا ممكن بيختفي في المباراة لكن بمنتهى الرجولة بيرجع بيساند لعب لاغنى عنه خلينا نتكلم الخبرات بتحسن في المباراة الكبيرة عايز كمان وليد أزارو اللي أنا بشوف الكرة يا جماعة اللي انت تخلق بفرصة وتروح ينفراد وتضيعه كويس اللي انت تخلق بفرص ومش هتكلم على لعيب آه بيكتسب خبرات مع النادي الأهل ولكن شوف الرجولة والجدعانة في الكورة المشتركة الشوت الأولاني ما كانش فيه امداد ليه هجومي أو تحركات أو ليه في مساحة هو اللي بيخلقها بيقاطر جوه الملعب مع تنين مدفعين ممكن أقوى منه في الجثمانيا ولكن بيروح وبيقاطر وبييجي بيلعب بروح فانلة النادي الأهل جمهور الأهلي خصوصاً على السوشال ميديا بلاش قصوة على اللعيب بتاعك وما تتسيطش الأخطاء للفرصة أه فرصة سهلة أه طبعاً سهلة لكن لو حيجيد وجاي عنده الروح بتاعتنا تحس اللي هو مننا وتحس اللي هو بيلعب بمنتهى الرجولة والجدعانة مهم جداً أجايم البعض ينتقده لكن في المعاد بيتحرج ويدخل جواه الصندوق ويستلم لعبة من تحت ويدخل يفنش مش أول مرة يعمل كده عايز أقول حاجة وهو قاعد معناه اللي هو مركز وده اللي قلناه ادينا كل الأمور الفناني كابتن حسام البدري قبل المباراة أجاي كان ابتدى المباراة لا بس نازل مركز وعارف وجبته إيه ويشوف أخطاء الفريق اللي قدامه إيه نازل جاب هدف ربنا وفقه عشان كده كل اللعيبة كانوا رجالة بمعنى الكلمة كل التحية والتقدير للجهاز الفني المحترم للنادي الأهلي كل التحية والتقدير للعيبة الرجالة اللي كانوا في المعاد كانوا رجالة بمعنى الكلمة كل التحية والتقدير لجماهير الأهلي العظيمة كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي يتحمل مسؤولياته ورئيس النادي يسافر ويتحمل مسؤولياته وقت الأزمات ويسافر ويقعد ويقازر ويتكلم انا احترم ده انا احترم ده تاني انا احترم ده لكن ما اقدرش اتكلم كويس في وقت الصعب ووقت الشدة ما بقاش موجود ما اقدرش نعمل كده وما اقدرش اقول اي كلمة كويسة لكن مباراة فيه تخوف عند البعض اللي هو ما يعرفش تاريخ الاهلي كويس وفيه البعض بيصدر احباط وليه مصلحة وفيه رجالة عندها ثقة ويقين في رجالة النادي الاهلي ودول كتير فبن هنا الناس تحملت مسئوليتها وسفرت مع الفريق وقعدت مع الفريق وربنا وفقنا مرة تانية عشان المنظومة بتكتمل المنظومة اللي تعلمناها كلنا مجلس ادارة لاعبين اجهزة ادارية كماهير منظومة كانت كده كان منظومة واحدة ولما بتبقى واحدة ما تخافش على الاهل ده مهم جدا عايز اتكلم في بعض النقاط المهمة جدا جدا لكن هنروح نشوف تقرير ملعب رادس بقى وش الساعدة على النادي الاهلي نروح نشوفه ونرجع لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة